اهلا بكم استراتيجية شاملة وضعتها الدولة لتنمية سيناء تنفيذ لتوجهات الرئيس السيسي باعتبارها قضية امن قومي من خلال تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة والاستثمارات في شتى القطاعات وعملت الدولة على دعم قطاع الزراعة والريب سيناء فانشأت محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والتي تعد أكبر محطة معالجة بالعالم إلى جانب مشروع محطة معالجة مياه مصرف المحسمة التي تم اختيارها كأفضل عمل إنشائي في العالم عام 2020 كما نفذت الدولة 39 محطة تحلية بواقع 24 محطة تحلية مياه البحر و 15 محطة تحلية لمياه الأبار كما انتهت من حفرة 453 بقرا بسيناء حتى أكتوبر من عام 2020 في سياق المتصل تم استصلاح 275 ألف فدان ضمن مشروع تنمية سيناء بإجمالي 400 ألف فدان في مشروع التنمية بالإضافة إلى أنه سيتم استزراع ما بين 70 إلى 100 ألف فدان وريها عبر سحارة سيرابيوم من خلال نقل مياه النيل إلى سيناء من أسفل قناة السويس وتعد أكبر مشروع مائي ينفذ في منطقة الشرق الأوسط عملت الدولة أيضا على توفير أراض صالحة للزراعة حيث تم إنشاء 18 تجمعا تنمويا متكاملا بإجمال مستفيدين بلغ 2122 مستفيدا بينما من المخطط إنشاء ثمانية تجمعات تنموية أخرى دعمت الدولة أيضا الثروة السماكية بسيناء حيث تم تنفيذ 5907 أحواض سماكية ضمن مشروع للزراع السماكي حتى أكتوبر 2020 فضلا عن تطوير بحيرة البردويل في شمال سيناء مشاهداء الكرام كان هذا عرضا موجزا حول جهود الدولة لتنمية سيناء والمشروعات التي تنفذها لدعم قطاع الزراعة والري في أرض الفيروز شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة